دايماً المهرجانات السينمائية بتتصدر الترند سواء كان ده بسبب الأفلام المعروضة فيها أو بسبب ريكوربيت واللي دايماً بيكون فيها أكتر من حدف بيشغل الناس على السوشيال ميديا ولأنه حالياً مقام مهرجان الجناع السينمائي وبعد أيام هيكون فيه مهرجان القاهرة السينمائي هيكون معنا دلوقتي الكاتب الصحفي والناقد الفاني محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم عشان نعرف منه كل التفاصيل خاصة بمهرجان الجناع وكمان مهرجان القاهرة أهلاً بحضرتك أهلاً بي كريم عامل إيه الحمد لله كله طبعاً أنا طبعاً أول سؤال عايزة أعرفه هو ليه دايماً المهرجانات ريت كاربيت ساعات بتاخد الأضواء أمور أكتر من المهرجان نفسه تمام خلينا نقول إن ريت كاربيت بشكلها الحالي دي حاجة استحدثت على المهرجانات في العشر سين الأخيرة بعد لما بدأت تبقى إدارات المهرجانات في الدول العربية عايزها تبقى قريبة من مهرجان كان ومهرجان فينس اللي هو ريت كاربيت تبقى حاجة أساسية ويومية يعني برضو ما كانش زمان ريت كاربيت في المهرجانات العربية والمصرية بتبقى كل يوم كانت تبقى فتاح وختام وكانت تبقى مساحيتها صغيرة جداً وكان عدد النجوم اللي بيجي كان قليل دلوقتي الوضع اختلف تماماً وبقت ريت كاربيت كانها بيزنس لوحدها فيه ستايلست وخبراء الماكياج والفاشون كل دول بقوا بيستفيدوا من ريت كاربيت إيه اللي بيخليها منتشرة الموضوع ده لسببين سبب تتحمل وسائل الإعلام الحديثة اللي هي النيو ميديا إن السوشيلا ميديا بتبرز الفساتين وبتبرز الريت كاربيت وإن بعض الفنانين بيحبوا يعملوا نوع من الحركات أو يلبسوا لبس يعني غريب علشان خطر يشد الانتباع على ريت كاربيت ممكن يبقى قبلها بترد شهور بيجاهز يلبس إيه ده سبب السبب التاني إن ساعة إن المهرجانات ما بتبزلش جهد كافي سواء هي أول نقاط والصحفين المدعوين إنه يبرز لي للجمهور إن فيه أفلام والأفلام دي بتتكلم في قضايا إن ده على مستوى الميديا بيبقىش عليه اهتمام فبيدي انطباع للجمهور العام إن ده مهرجان فساتين لكن طبعا ده من صحيح طبعا طيب يعني سريعا كده حضرتك إيه رأيك في الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة مهرجان الجونة يعني حتى الآن المعظم الأفلام فيه أصدق طيبة عليها عنده فيلمين مصريين مهمين جدا فيلم واخد جازة أحسن فيلم وثائقي في مهرجان كان اللي هو رفعت عيني للسماء عنده العرض الأول للفيلم الروائي الفستان الأبيض لياسمين رئيس وأسماء جلال ومخرجة جديدة لها جيلان عوفة يعني الأصدق عليهم جيدة فيه أصدق كمان على الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ومعظمها يعني مستوها جيد وفيه منها كتير واخد جوائز قبل كده خصوصا الأفلام الفلسطينية يعني فيه أكتر من فيلم فلسطيني بيتكلموا عن معاناة الشعب الفلسطيني عاملين صادق كويس جدا خصوصا فيلمين مما بعد وبرتقالة من يافة طيب عليك فرقت على أي حاجة من الأفلام يعني بصي هو أولا الأفلام اللي عارقة بفلسطين هو ليهم مستويين في المستوى التجربة بتاعة المخرج الكبير رشيد مشاروي اللي هو طلب من مخرجين وسينمائيين عايشين في غزة يعملوا أفلام قصيرة ويضموهم مع بعض حوالي ساعتين يعني حوالي عشر أفلام في ساعة وعشرة في ساعة اللي هو فيلم خمس دقائي تلت دقائي دي أفلام متصورة تحت الحرب كويس دي تجربة أنا شفت جزء منها قبل كده في مهرجان سابق فعلا تجربة مميزة جدا وبتوثق بكاملة السينما حاجات عمريني بابنشوفها في قناة الأخبار يعني مثلا عمريني ما هنشوف في قناة الأخبار معاناة شحن موبايل عمريني ما هنشوف معاناة تفاصيل دي لكن في فيلمين في مهرجان الجنة واحد اسمه برتقالة من يافة ده بطولة المبسل اللي كلها بنحبه أنا في مصر كامل الباشا والفيلم التاني ما بعد خلينا أتكلم عنها ما بعد لأنه فعلا أنا يعني قدرت أشوفه أنه من أمتع وأبدع الأفلام اللي تكلمت عن القضية لأنها لم تتكلم عن القضية بشكل مباشر بيتكلم عن أب وأم فقدوا يعني أولادهم في جريمة سابقة يعني على التبار وبنشوف تأثير الصدمة دي عليهم بعد سنين طويل عاملة إزاي بشكل معمول بطريقة فنية عالية جدا يعني ما ينفعش الفيلم إنساني جدا ينفع على أي ضحايا الحروب عشان أصور لك الموضوع عامل إزاي خلينا نتخيل الأمهات اللي كنا بنشوفهم بيعياته على التلفزيون وبيبكوا ينتحبوا عشان أولادهم واللي بتقولك يعني أبيضاني وأشقر وشعره وكيرلي وحلو واللي بديقول روح الروح المعاناة الإنسانية دي نشوفناه نشاط الأكبار تعالوا نتخيل بعد عشرين سنة حيباحلته عاملة إزاي هو ده اللي عملته مخرجة الفيلم معها الحاجة طبعا حليك ناقط فاني كبير ويمكن الأفلام القصيرة بتكون مهتمة بيها لكن بالنسبة للجمهور تفتكر إن هو بقى فيه إن الجمهور بقى يتفرج وحابب الأفلام القصيرة أو لا؟ لا هو ثقافة الفيلم القصير للأسف مش قادرة توصل لسه للجمهور هو الوضع في آخر كم سنة أحسن بكتير إنه بقى فيه مهرجانة عجبني سؤالك جدا للأفلام القصيرة على فكرة بتبقى عندها قدرة على الحكي وعلى تقديم أضايا اجتماعية وإنسانية أكبر بكتير من الأفلام الطويلة لأسباب كتيرة جدا أولا هي مش مطالبة بتحقيق أرباح لإنفع تتصور بتكلفة أقل معظم المخرجين بيبقى عندهم جرأة في الطرح وعلى فكرة بيبقى فيه نجوم كتير موجودين فيها يعني كلمنا عن نكمل الباشا بطل فيلم ما بعد الممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري فيها نجوم يعني مش أفلام تجربية أو أفلام مشاريع التخرج إيه لتطور الفترة الأخيرة؟ إنه بقى فيه مهرجانات أكتر للقصير بقى فيه مثلا سلمة زي سلمة زاوية بتعرض أفلام قصيرة بعض منصات المشاهدة المدفوعة بتعرض أفلام قصيرة لكن لسه محتاجين نقنع الجمهور إنك ممكن تتفرج على فيلم قصير مدة 20 دقيقة أبدا ما تتفرج على الكامينج سون اللي بيبقى قبل الأفلام إنك ممكن تروح مثلا تشوف تلت أفلام قصيرة في بروجرام واحد وتدفع فيهم فلوس وبرضو الجمهور مش بيتعود يدفع فلوس في الأفلام الفنية لكن أعتقد إن المنصات الأونلاين هتفرق جدا في المرحلة الجاية فيما يتعلق بالأفلام القصيرة هتخليها متاحة تفتكر إن فيه طبعا أبطال وأسماء كبيرة ساعات بيعملوا أفلام قصيرة بس يمكن إن الناس لسه مش عندهم الحتة بتاعت إن هو ممكن يروح يتفرج أو يدونلود فيلم قصير ويتفرج عليها عشان دايما ما يبقى باش فيه أسماء معروفة قوي لا هو علشان الأفلام القصيرة يعني دايما بتبقى موجهها الجمهور النخباوي شوية عشان كده محتاجين إنهم يتعودوا ممكن يتعمل أفلام قصيرة تجارية أفلام قصيرة كوميدية وإن الناس تعاف تلاقيها بشكل أسهل من كده كمان الدعاية هو أفلام القصيرة بتبقى ميزانياتها محدودة شوية عمره ما هيعمل طبعا إعلان على كبر اكتوبر فيلم قصيري يعني يعني مثلا أنا لما هكتب على مثلا الفيلم اللي كلمنا عنه من شوية أكيد ده بقى فيه عشرة عشرين خمسين واحدة عايزة تفرجوا عليه بس وبعدين لازم بقى أكتر من حد يكتب يعني أنا شايف إنه مش عايب خالص يبقى فيه نقاط متخصصين في النوع ده من الفيلم القصيرة بس عارف حاملة زي في المصرح زي المونو دراما مثلا هتلاقي المونو دراما معلهاش اهتمام فن جميل جدا علشان في الآخر ما فيش إلا نجم واحد اللي على الخشبة فالموضع ده بيتحسن قزي ما قلت لك خصو الموضوع من منصات لكن هيفرق جدا فعلا لو بقى فيه منصات يعني متاحة بالمناسبة دي لما الفنان عصام عمر نجح فيه مسلسل بلتو كان هو عامل فيلم قصير اسمه شفت مسائي الفيلم ده عمل تلتمائة وربعمائة ألف مشاهدة على يوتيوب بعد نجاح مسلسل بلتو فساعات برضو بيبقى فيه أفلام عندها حظ حلو يعني أنها ترجعتين الناس تشوفها لما الممثل اللي فيها يتعرف يتعرف أكثر اختيار أحمد الغندور الدخيح أنه هو يقدم مهرجان الجونة وكمان الحديث عن تاريخ السينما إيه رأيك فيه بصي هو كنا كنا نمي مشوه لأن الموضوع السجادة الحمرة ده بقى حاجة مستعدة سأخذ كم سنة كمان بقى مستحدث أنه يبقى فيه مفاجآت في حفلة الافتتاح وأنه يبقى فيه مخرج مخصوص وفعلا زي ما حضرتك قلته ده بيحصل برا في المهربانات أكيد دايما وفي الأوسكار يعني بيحصل النوع ده فأنا شايف أنه كان دور من أكتر المؤثرين الموجودين على السوشيال ميديا ليهم جماهرية والموضوع اللي اتكلم فيه دايما هو يعني متعوب على الاسكريبت ومتعوب على المحتوى يمكن الملاحظة اللي عندي الوحيدة أنه أو ملاحظتين الأولانية أنه بيبقى أحسن في المسجل عن الهوى الحاجة التانية التفاعل كان معاه أقل من النجوم هل ده لي علاقة بأن النجوم مش جمهوره يعني جمهوره أكتر شباب فيمكن ما كانش بيوصل لهم الإفعاد دي حاجة هم بيسألوا عليها لكن أعتقد أنه كان اختيار جيد أو على الأقل أن اجتهاد من إدارة المهرجان أنها تجيب وجه مش محروق وعايز أقولك الفنان أحمد أمين أنا أعصرت أنه من جزء من شهريته أنه عمل مقدمة زي دي في افتتاع أحد المهرجانات في القاهرة فهذه المقدمات أحيانا بتصنع يعني بتصنع نجوم يعني طيب إيه المختلف السنة دي في مهرجان الجونة عن السنين اللي فاتت خلينا برضو هنا عشان نقول لازم نشوف إيه اللي حصل السنين اللي فاتت هو الجونة كان بعد الدورة الخامسة تقال إنه هو هيوقف وكنا توقعنا إنه لن يعود ولكنه يعني أج السنة جي يعود بقى في السنة اللي بعدها بدأ التوفن الأقصى فاتأجل لشهر 12 من 2023 واتعاملت دورة استثنائية وبعدين اتعاملت الدورة العادية للسنة دي الدورة السبعة من اللي نمتابعه يمكن أنا مش موجود هناك لكن أنا نمتابعهم يوميا إنه في محاولة لتكسيف النشاطات لزيادتها في ندوات يومية فيه كمان مسابقات موجهة للأفلام القصيرة فيه معرض للفنان الكبير المصور كبير محمد بكر معمول هناك وعليه إقبال كبير جدا فزي ما بنقول هي ما بقتش الخمسين فيلم اللي هتعرضوا والعشرين فستان اللي هنشوفهم لا أقوى بقت حاجة يومية وإن السينمائين الشباب بيجوا يتعرفوا على بعض ويعملوا علاقات تفيدهم في المهرجات جاية فأعتقد أن الجونة بحقق ده بشكل كبير السنة دي رأي حضرتك إيف تكريم محمود حمايدة؟ مصور طبعا هو أكيد الفنان محمود حمايدة بيستحق التكريم بس عشان أكون صريح من أن أحاول الكلام بصراحة كده وبهندوق هو في الفترة الفاتح دي بقى فيه التكريم الموضع يعني اللي هو أن نفس النجم يتكرم كذا مرة فالفنان محمود حمايدة تكرم في بداية شهر سبتمبر من مهرجان المصح التجديبي وتكرم في بداية شهر أكتوبر من مهرجان وهران وتكرم دلوقتي من مهرجان الجنة وهيتكرم كمان أسبوعين أو كام يوم من مهرجان في نيويورك فأعتقد أنه يعني كان يفضل أنه دايما يكون الفنان بقى له فترة ما بيظهرش عشان التكريم يبقى ياخد الصدى لكن برضو ما بنلومش أول أنه عدد معظم الفنانين تكرموا دي برضو تبقى مشكلة ومعندناش احنا فكرة أكرم ممثل كبير بس مش نجم للأسف يعني معندناش الجير طبعا النجوم اللي بيرفضوا التكريم زي نعم سلوسة وزي عبلة كامل يعني فيه ممثلين المهرجانات عايزة تكرمهم بس هم اللي ممتنعين فده كل بيخلي إدارة المهرجان قدام خيارات قليلات والآن يستحق جائزة الإنجاز الإبداعي الفنان الكبير محمود حمادة محمود حمادة شكرا جزيلا لما سمعت إن فيه مهرجان حيعملو اسمه الجونة على البحر الأحمر وأنا كان الحلم بتاعي إن أنا أعمل مدينة مهرجانات بس مش هنا في مرسع عالم لكن ما تمش على البحر الأحمر برضو فأنا ساعدتي مضعفة جدا 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 بوجود النهاردة والتكريم اللي أنا بحصل عليه من المهرجان اللي اسمه مهرجان الجونة السينمائي الذي أتمنى له الدواب وإنه ما يوقفش أبدا إن شاء الله طيب نروح لمهرجان القاهرة فيه تكريم المفروض لأحمد عيز مكهرة تكلمنا عنه شوية طيب هو مهرجان القاهرة السنة الدورة الخامسة واربعين وبعد تواقف السنة اللي فاتت عشان أحداث طفان الأقصى فما علمنا من إدارة المهرجان إنه معظم الحاجات الأساسية اللي كانت هتنفذ فيه الدورة السنة اللي فاتت الملغاء هي اللي تبقى موجودة فكان تم الإعلام عن تكريم أحمد عيز وتكريم المخرج الكبيوس نصر الله فهؤلاء هم المكرمين الخاصين بالسنة دي ولكن حتى الآن بكلمك وإحنا وفق أواخر شهر يعني أكتوبر لم يعلن المهرجان عن تفاصيله ولم يقيم بعد المؤتمر الصحفي متوقع يبقى يوم 3 أو 4 نوفمبر بس ده هيبقى قبل المهرجان بعشر ايام ودي حاجة لم تحدث من قبل فيه تاريخ مهرجان القاهرة أو تاريخ أي مهرجان دائما بيكون المؤتمر الصحفي قبل المهرجان من 3 أسابيع لشهر فنتمنى أن احنا نشوف مفجأات أكبر في المهرجان يعني نتمل إعلان عن بعض النشاطات عن بعض الندوات عن ورش التمثيل لمروى جبريل لكن هنشوف بقى مع بعض إيه هو فيلم الافتتاح إيه هي الأفلام في المسابقات نتمنى أن احنا إن شاء الله نشوف حاجات طاليق بإسم وتاريخ مهرجان القاهرة إيه الحاجات التي حضرتك مستنيها شخصيا السنة دي في فعاليات مهرجان القاهرة السينما إيه؟ هو أولا هو الحفاظ على ما وصل له المهرجان في السنين اللي فاتت يعني أنت لما بتحافظ وبتثبت على الأقل أحسن ما ترجع لورا عشان بس ما نبقاش بنلوم الإقدارات هو فيه أزمة مالية عامة بتضرب كل الفعاليات الفنية خصوصا اللي هي غير قادرة على الربح لأنه خد بالك تذاكر الأفلام عمرها ما بتغطي التكلفة ارتفاع سعر الدولار أثر كتير جدا لأن أنت بتجيبي ديوف كتير جدا من برا وفيه ناس كتير ما تعرفش أن الأفلام اللي احنا بنشوفها في المهرجانات دي بيدفق مدفوع فيها في معظمها فلوس خصوصا الأفلام الأجنبية يعني ممكن آي جينك فيلم من العراق ما ياخدش فلوس لكن لو فيلم من لبنان عادي لكن فيه أفلام أجنبية بتاخد فلوس وبتاخد فلوس على عدد مرات عرض معين يعني أحيانا من أنا اشتغلت في بعض دارة بعض المهرجانات الفن الناس تقولك احنا ملحقناش نشوف الفيلم في عرضه الأول والتاني أيوما هو التالت ده بفلوس مش ببناش ومدفوع فلوس اتنين بس ففيه تكاليف كتير جدا في المهرجانات أسعار الطيران أسعار الإقامة كل ده فرق جدا نتمنى أن الرعاق في مصر يحاولوا يهتموا بأنهم يدوا للمهرجانات يعني جزء من يعني المخصصات السنوية للدعم المجتمعي وكمان أن يقدر المهرجانات تبقى على المستوى وتبقى عندها الكفاءات اللي تقدر فعلا تجيب أفلام جيدة إن شاء الله طيب هو إيه الفرق بين مهرجان هنا ومهرجان القاهرة نا الفروق كبيرة جدا أولا مش 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 على مستوى المنافسة المنافسة ممكن نقرب من بعض بس أولا مهرجان القاهرة هو مهرجان مصر هو مهرجان عام مهرجان الدولة بترعاه مهرجان عمره 45 سنة لو قلنا فيه 3-4 دورات ما تعملوش فهو خلاص داخل على 50 سنة هو بدأ 76 مزبوط فيعني كمان سنتين هيبقى مرور نصف قرن على بداية المهرجان بس مش مرور 50 دور عشان هو وقف 2011 وقف 2013 وهكذا مهرجان القاهرة مهرجان له جمهور مهرجان الجونة جمهوره يذهب إليه يسافر إليه يعني مهرجان الجونة ليشاهد أفلامه الذين اتجهوا إلى الجونة لكن مهرجان القاهرة مهرجان في مدينة فيها ملايين الناس فطبعا لما كان بيوزع 40 ألف تذكرة فده حقيقي ومنهم على الأقل 30 ألف أو نسبة كبيرة مشتراء يعني الناس دفع فيها فلوس لكن مهرجان الجونة نقدر نقول إنه قدر يثبت أقدامه في منطقة مهمة جدا وسحيرة منطقة البحر الأحمر لكنه لسه قدامه شوية على لما نقدر نقول إنه هو حاليا طبعا على مستوى الترتيب هو التاني للأسف مهرجان اسكندرية رغم أنه عمره 40 سنة لكن مش بنفس القوة بتاعة الزمان فهو التاني في مصر بعد مهرجان الكاهرة يهمنا جدا إنه عندنا أربع أو خمس مهرجانات قادرة تنافس وقادرة إنها هتبقى على مستوى الترتيب جيدة لكن أكيد لسه الفروق كبيرة بين الكاهرة والجونة طبعا تفتكي المهرجانات السينمائية بتساعد فعلا في صناعة السينما ولا بتكون أكتر إنه هو كارنفال لأ هي المهرجانات بدايتها غير ما يحدث الآن بدايتها كانت تسقيف السينمائي يعني أنا واحد قاعد مواطن مصري قاعد عايش في القاهرة بيجي لي فيلم اتعرض في فينس اتعرض في كان اتعرض في برلين بتفرج عليه مترجم فدي حاجات لأن معظم الأفلام دي ما بتنزلش تلفزيون ما بتنزلش منصات بسهولة يعني فده بقى بيدي ثقافة سينمائية أنا طالب في معد السينما باجي أتفرج وأشوف ندوات لكن برضو من التطورات اللي حصلت في العشر سين الأخيرة هو مسابقات الصناعة أو أيام الصناعة اللي بقى بتتعامل في كل مهرجانات أنا حضرتك ريهام مخرجة شابة عندك سيناريو فيلم قصير بس ما عندكش فلوسه فبيجي جهات تمويل تقرأ السيناريوهات دي ولو وقع اختيارهم عليك بيبدأ يقولك طب والله أنا قدر أساعدك بالكاميرا أنا قدر أساعدك بالمونتاج أنا قدر أساعدك بفلوس كاش ففعلا وده اللي عمل صعب المنافسة أكتر على المهرجانات المصرية إن فيه مهرجانات في الدولة العربية تساهم في إنتاج الأفلام فلما أنا بقى أنا اللي بيديك التمويل لازم بيقولك بشرط أنك تعرض عندي قبل ما تعرض في الكهيرة فإنما مثلا فيه فيلم مهرجان الكهيرة عايزه بس هو محجوز لمهرجان هيتعامل في شهر ديسمبر أيوة مفهوم فيقولك لأ ده الأوقع روحي ناجج فطبعا بقى مهم جدا الموضوع الصناعة ده وأعتقد لا هي فرقة كتير أكيد فرقة بقى فيه جيل طالع من المهرجانات النقد الفاني محمد عبد الرحمن بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة ونوار تاني ربناك شكرا وبكده خلصت حلقاتنا النهاردة نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس المعايد باي باي